اشتركوا في القناة الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات منهج اللغة العربية النهاردة اعزائي الطلاب سوف نستكمل المحور الرابع وهو مسئولياتي تجاه نفسي وعالمي ومن خلال هذا المحور ومن خلال الموضوع الثالث التبادل والتكامل سوف نستكمل سويا انشطة فكر واكتشف وتعلم من خلال كتابنا المدرسي نفتح كتابنا المدرسي في الصفحة رقم 157 وهنبدأ مع بعض بالنشاط رقم 3 دال ونشوف النشاط بيطلب مننا ايه تعالوا مع بعض نشوف النشاط رقم 3 دال في صفحة 157 في كتابنا المدرسي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكمل معنى الجملة بما هو مطلوب بين القوسين ولو لاحظنا مطلوب بين القوسين مرة شبه جملة ظرف مكان مرة شبه جملة ظرف زمان مرة شبه جملة جر ومجرور وهكذا نسترجع سويا كده ما ذكرناه في الحلقات السابقة عن شبه الجملة تفعلا نشبه الجملة لها نوعان النوع الاول هو الظرف سواء زمان او مكان والنوع التاني هو احسنتم الجار والمجرور وعرفنا ان الجار والمجرور هو حرف الجر والاسم الذي لايا ليه اما ظرف الزمان وظرف المكان هي كلمات بتدل على زمن او مكان حدوث الفعل وبتمم او بتتم معنى الجملة بتاعتنا تعالوا مع بعض نشوف اول جملة عندي وهي كلمة الجنود وبيقول لي كمل مكان النقط هنا بشبه جملة ظرف مكان يا ترى ايه ظرف المكان اللي ممكن اكمل به الجملة بتاعتي يتم معنى الجملة نفكر كده ايه ظرف المكان ممكن اقول مثلا الجنود وسط المعرقة وسط المعركة ممكن اقول مثلا الجنود امام الاعداء وسط النيران الى اخر هذه الكلمات اهم شي انها يكون بتشتمل على ظرف مكان وبيتم معنى الجملة يبقى ده شبه جملة موجود عندي هناه يبقى الجنود مالهم وسط المعركة وسط المعركة ده بيتم معنى الجملة ويعتبر ظرف مكان اذا بنقول ده شبه جملة ظرف مكان الجملة رقم اتنين او كلمة رقم اتنين بتقول لي ايه تطير الطيور نقط وعايز شبه جملة ظرف زمان ينفع اقول تطير الطيور فوق الاشجار لا طبعا طب ما هي فوق الاشجار شبه جملة ظرف اقول لك بس ده ظرف مكان انا محتاجش بجملة ظرف زمان يبقى ممكن اقول ايه تطير الطيور احسنتم صباحا طيب تعالوا نشوف مع بعض كلمة طبعا صباحا هي كلمة بتعبر عن الزمن فبنقولنها ظرف زمان اذا ده شبه جملة ظرف زمان لانها بتتم معنى الجملة في رقم ثلاثة بيقول احصلوا على المعلومة وعايش به جملة جار ومجرور هقول ايه جار ومجرور يعني هجيب حرف جار وبعد يقسم مجرور فهقول احصلوا على المعلومة مثلا من المعلم من ابي من الانترنت مثلا ممكن اقول كده احصلوا على المعلومة من الانترنت او من المعلم او من ابي او من امي الى اخره اهم شيء اجيب جار ومجرور يتم معنى هذه الجملة ونسمي ساعتها شبه جملة جار ومجرور في الجملة رقم 4 بيقول لي أنتظروا القطار وهي الشبه جملة جار ومجرور يعني يجب أن نجيب حرف جار وبعده اسمه مجرور بيكملوا معنى الجملة دي أنتظر المحطة فين؟ حسنتم هقول مثلا في أنتظر القطار في المحطة أنتظروا القطار في المحطة تعالوا نشوف مع بعض في رقم 3 ها بيقول لي لسه بيدربني على شبه الجملة بنوعي هي ظرف الزمان والمكان والجار ومجرور فبيقول لي عبر عن كل صورة مستخدما شبه الجملة بنوعي يعني مرة هنستخدم شبه جملة جار ومجرور ومرة هنستخدم شبه جملة ظرف ونشوف أول صورة عندنا جايب لي طائرة محلقة في السماء فهو الايه؟ ممكن أقول مثلا تطيروا أو تحلق ممكن أقول كده تطير الطائرة بين السحاب تطير الطائرة بين السحاب يطرفين شبه الجملة عندي اللي موجودة هنا ممتازين أحسنتم بينه لشبه جملة ظرف مكان طيب محتاج عبر بنوع آخر لشبه الجملة اللي هو الجار والمجرور عن هذه الصورة هقول إيه؟ هقول مثلا تطير تطير الطائرة في السماء نلاحظ عندي هنا تطير الطائرة في السماء في السماء دي شبه جملة نوعها جار ومجرور طيب تعالوا مع بعض ننتقل للصورة رقم اثنين يا ترى ممكن أعبر عن الصورة اللي قدامنا بجملتين مرة يكون فيها شبه جملة ظرف ومرة يكون فيها شبه جملة جار ومجرور إزاي نبص كده للصورة مثلا ممكن نقول تجلس أو تجلس تجلس الفتاة أمام المكتب أمام مكتبها أو تكتب التلميذة داخل الكتاب تكتب داخل الكتاب داخل ظرف مكان أمام المكتب أمام ظرف مكان طيب أنا عايز أعبر بنوع آخر لشبه الجملة اللي هو الجار ومجرور هقول إيه ممكن نقول تكتب التلميذة في الكتاب تكتب التلميذة في الكتاب في حرف جار والكتاب اسم مجرور يبقى ده شبه جملة نوع جار ومجرور الصورة الأخيرة عندي الصورة الحقيبة فيها أدوات أنا عايز أعبر عن الصورة دي بجملتين المرة الأولى يكون فيها شبه جملة ظرف والمرة التانية يكون فيها شبه جملة جر ومجرور فهقول إيه مثلاً هقول الأدوات داخل الحقيبة الأدوات داخل الحقيبة هنلاحظ عندي كلمة داخل كلمة داخل هنا هي ظرف مكان إذا نشبه الجملة الظرف هنا عندي هو كلمة داخل طيب تعال نشوف الجملة التانية ممكن نقول إيه تعبيراً عن هذه الصورة ممكن أقول نفس الجملة لكن غير بسيط هقول إيه هقول الأدوات وهنا هستخدم إيه هستخدم جر ومجرور فهقول في الحقيبة وعندي فيها الحقيبة فيها حرف جر والحقيبة اسم مجرور وده يعتبر شبه جملة جر ومجرور إذا أنا عبرت عن كل صورة من الصور اللي قدامي مرة بجملة مرة بجملة فيها شبه جملة ظرف ومرة فيها شبه جملة جر ومجرور في كل صورة من الصور السلاس الموجودة أمامي تعالوا نشوف النشاط التالي وهو النشاط رقم 3 واو والنشاط بيقول لي أكمل الفقرة بشبه جملة مما بين القوسين لإتمام المعنى هنكمل بشبه جملة من اللي موجود قدامي وجايب لي شبه جملة جر ومجرور وظرف بأكتر من شكل قدامي فجايب على صحتنا بين الحين عند خروجنا وعن مرض وبالتلفاز وعايزين نكمل بالكلمات دي مكان النقط علشان نكمل معنا الجمل طب تعالوا نشوف مع بعض ممكن نعمل إيه؟ بقول إيه؟ يتحدث عن الجميع نقط اسمه كورونا نرجع للكلمات كده ونشوف هنختار إيه؟ أحسنتم جميعا هنقول هتحدث الجميع عن مرض اسمه كورونا يبقى نكتب هنا عن مرض طيب شبه الجملة اللي أنا كملت به هنا يا ترى نوعه إيه؟ أحسنتم جميعا عن حرف جر ومرض اسمه مجرور إذن شبه الجملة ده نوعه جار ومجرور ننتقل لتاني مطلوب عندي بيقول لي إيه؟ ونسمع نقط والآخر حديثا ونسمع نقط والآخر يا ترى إيه الكلمة المناسبة أو شبه الجملة المناسب هنا؟ أحسنتم هقول بين الحين والآخر يبقى نكتب هنا بين الحين ونسمع بين الحين والآخر حديثا طيب يا ترى شبه الجملة اللي أنا كتبته بين الحين ده نوعه إيه؟ نرجع كده للجملة هنلاقي بين وبين دي خدناها سابقا إنها ظرف مكان إذن ده شبه جملة نوعه ظرف مكان بعد كده جايب لي باي نسمعه بين الحين والآخر حديثا يا طرى بنسمع حديثا وعايز أجيب شبه جملة من الكلمات دي يكون مناسب ندور كده ونسمع حديثا يحذرنا منه يا طرى إيه الكلمة المناسبة هنلاقي كلمة بالتليفاز نسمعه حديثا بالتليفاز اللي هو طبعا جهاز التليفزيون يحذرنا منه طب يا طرى بالتليفاز شبه جملة نوعه إيه نرجع كده للكلمة هنلاقي بالتليفاز الباق دي حرف جر والتليفاز هو اسم مجرور إذن شبه الجملة عندي هو بالتليفاز نوعه جر ومجرور ننتقل للجملة التالية كما أن أمي تصر على ارتداء الكمامة يا طرى إيه شبه الجملة اللي ممكن أكمل بيه هنا جملتنا ويتم معناها أحسنتم ممكن أقول ها تصر أمي عند خروجنا نكتب كده عند خروجنا على ارتداء الكمامات فين يا طرى شبه الجملة هنا ده نوعه إيه اللي عنده كلمة عنده دي كلمة لها طبيعة مميزة في اللغة العربية بمعنى كلمة عنده لو جيه وراها حاجة كلمة بتدل على مكان يبقى عنده ظرف مكان لو جيه بعدها كلمة بتدل على زمان يبقى عنده ظرف زمان يعني ممكن تيجي الاثنين اه ممكن أقول ها أستيقظه عنده خلاص الفجر أعوده إلى المنزل عنده المغرب يبقى إذن هنا عنده تعتبر ظرف زمان طب هنا أمي تصر عنده خروجنا على ارتداء الكمامة فالخروج ده بيعبر عن مكان يبقى عنده هنا بتعبر عن مكان يبقى دي ظرف مكان إذن عنده خروجنا عنده هنا شبه جملة نوعه أحسنتم جميعا ظرف مكان آخر حاجة بيقول لي ارتداء الكمامات حفاظا وعايز شبه جملة يكمل معنا الجملة دي هنقول إيه اللي أكيد طبعا هنقول حفاظا على صحتنا طيب يا ترى شبه الجملة اللي كملت بيه في آخر حاجة عندي هنا ده نوعه إيه هل هو ظرف مكان ولا زمان أم جار ومجرور هنرجع كده هنلاقي على حرف جر وصحتنا اسم مجرور يبقى شبه الجملة اللي أنا كملت بيه آخر حاجة عندي نوعه جار ومجرور ومجرور يبقى احنا من النشاط ده اتعلمنا ان احنا نكمل الكلام بتاعنا في حياتنا اليومية باستخدام شبه الجملة بنوعية سواء كان جار ومجرور زي عن مرض أو بالتلفاز أو على صحتنا أو نكمل بظرف أو بشبه جملة ظرف زي ما أقول نسمع بين الحين والآخر بين وعندي تصر أمي عند خروجنا على ارتداء الكيمامات عنده إذن ظرف الزمان وظرف المكان هو شبه جملة والجار ومجرور أيضا شبه جملة بتكمل أو بتتم معنى الجملة اللي تيجي فيها تعالوا ننتقل للنشاط الأخير رقم 3 رأ ويقول لي اكتب قصة مستعينا بالصور الآتية مستخدما في هذه القصة شبه الجملة خلي بالك ان احنا في القصة بنحتاج ان احنا نذكر شخصيات وأحداث وبيكون فيه مكان وبيكون فيه مشكلة وفي النهاية بنوصل للنهاية بتاعة القصة اللي هي الحل لازم نرعي ده من خلال كتابتنا للقصة كما تعودنا في حلقات سابقة من بقناة مدرستنا طيب تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة بيقول لي اكتب لي قصة مستعين بهذه الصور مستخدما شبه الجملة يعني خلال كتابتنا للقصة هنستخدم شبه الجملة بنوعي يما ظرف زمان أو مكان يما جار ومجرور طيب تعالوا نشوف كده ممكن نكتب إيه مثلا ممكن نقول إيه ممكن نقول في أحد الأيام شايفين مريضة جالسة أمام طبيب فممكن نقول شعرت أختي يا طرى ممكن نكمل بشبه جملة نقول إيه أحسنتم ممكن نقول شعرت أختي بمرض أو بألم شديد في المعدة صباحا شعرت أختي نلاحظ كده الجملة اللي احنا كتبناها هنقول إيه في أحد الأيام شعرت أختي بمرض أو بألم شديد في المعدة صباحا تعالوا نشوف كده شبه الجملة اللي استخدمناه فأول جزء عندي في قصتي في أحد الأيام في أحد شبه جملة نوعه أحسنتم جار ومجرور شعرت أختي بمرض أو بألم الباق حرف جر وألم اسم مجرور يبقى شبه جملة نوعه جر ومجرور في المعدة أيضا في حرف جر والمعدة اسم مجرور يبقى شبه جملة نوعه ممتازين جار ومجرور صباحا أحسنتم جميعا أيضا شبه جملة نوعه ظرف وظرف إيه زمان طيب ممكن نكمل قصتنا نقول إيه لما يحصل مشكلة زي دي فبنقول شايفين صورة مستشفى قدامنا فنقول فأسرعنا أو أسرعنا إلى المستشفى أسرعنا جميعا إلى المستشفى إلى حرف جر والمستشفى اسم مجرور يبقى شبه الجملة عندي إلى المستشفى نوعه جار ومجرور طيب نقول جلست أختي فوق سرير الكشف أمام الطبيب زي ما واضحوا عن قدامي من الصورة اللي على اليمين جلست أختي فوق سرير الكشف أمام الطبيب طيب تعالوا نشوف كده شبه الجملة اللي استخدمنا جلست أختي فوق سرير الكشف فين شبه الجملة هنا فوق نوعه أحسنتم جميعا ظرف مكان أمام الطبيب أيضا عندي أمام بتعبر عن مكان إذن هي شبه جملة نوعه ظرف مكان طيب المهم كشف عليها وعرف سبب ألمها أرف هاليب تتألم لماذا إذا كانت أختي مريضة وتشعر بألم في المعدة أنها تناولت طعاما ملوثا أنها أخته شعرت بهذا الألم لأنها تناولت طعاما ملوثا غير سليم طيب في النهاية عالجها الطبيب وعدنا في المساء بعد تحسن حالها تعالوا نقرأ قصتنا مع بعض اللي كتبناها ونشوف شبه الجملة اللي استخدمناها بقول لي في أحد الأيام شعرت أختي بمرض شديد في المعدة وكان ذلك صباحا أسرعنا إلى المستشفى جلست أختي فوق صرير الكشف أمام الطبيب كشف عليها وعرف سبب ألمها وهو أنها تناولت طعاما ملوثا عالجها الطبيب وعدنا في المساء بعد تحسن حالها طيب تعالوا نشوف مع بعض كده لآخر مرة شبه الجملة اللي استخدمناه كتدريب لنا على استخدام شبه الجملة هنلاقي عندي في أحد ودنوعه شبه جملة جر ومجرور عندي بألم شبه جملة جر ومجرور الباء وكلمة ألم في المعدة أيضا شبه جملة جر ومجرور صباحا أيضا شبه جملة جر ومجرور زرف بعد كده أسرعنا إلى المستشفى إلى حرف جر ومستشفى إيه اسم مجرور إذن شبه جملة جر ومجرور فوق سرير الكشف ايضا فوق شبه جملة نوع ظرف مكان كمان عندي علاجها الطبيب وعدنا في المساء في المساء جار ومجرور حد يقول ان ده ظرف اقولك لو قلنا عدنا مساء يبقى شبه جملة ظرف عدنا في المساء شبه جملة جار ومجرور بعد تحسن حالتها عندي ايضا بعد ذي ظرف مكان خلاص اذا شبه جملة نوعه ظرف او نوعه ظرف زمان بكده نكون اتدربنا على استخدام شبه الجملة بنوعية فيه اتمام معنا الجمل وفيه كلامنا وفي حياتنا اليومية وفي ان احنا نقدر نقلف من خلاله قصة سعدت جدا بلقائي بكم اعزائي طلاب الصف الرابع لابتدائي وكالمعتاد مرة معكم الوقت سريعا وسوف اكون في انتظاركم في حلقات قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته